ينضم إلينا دوغلاس كيت مدير في المنظمة الوطنية للطيران المدني معنا من واشنطن دوغلاس لماذا حدث ما حدث اليوم أتمنى لو كان بإمكاني إخبارك عن السبب ولكنني لا أعلم في الواقع هذا يقلقني بأن إدارة طيران الفيدرالية ومرت بهذه المشكلة مسبقا في عام 2015 وليس من الواضح أن هناك من أنظمة الثنائية يمكن استخدامها في حال حصول أي عطل فهم يعتمدون على برنامج واحد يمكنه أن يتعطل بسبب أي مشكلة فنية فهم بحاجة إلى الحصول على برامج ثانوية لكي يعودوا عن هذه الأخطاء والمشاكل واستخدامها في حال حصول أي عطل فاليوم ليس هناك من نظام ثاني أو من أشخاص يمكنهم استخدام الحواسيب لاستبدال هذا العطل لا تعرف لماذا حدث لكن ما الذي حدث عمليا هل توقف النظام المركزي أم يعني تعطل بسبب عطل فني أم أن الإدارة الطيران هي التي عطلته بسبب مخاوف من خطر أكبر من الصعب التحديد فكما قلت في عام 2015 كان هناك مشكلة مماثلة كان هناك قالوا أن المشكلة كانت مشكلة فنية في منطقة الشمال الشرقي ولكن هذه منظمة بمليارات الدولارات ومن الصعب أن لا يتم تحديد أساس هذه المشكلة في مثل هذه المنظمة وأكرر يمكننا فقط التكهن ومع الأسف الحكومة لا تخبرنا دائما بما يحصل في وقع الحال قد يكون هناك مشكلة فنية فقط أو مشكلة أخرى لا نعلم يعني هل أشرت ربما إلى أن الحكومة لا تخبركم هل أفهم من ذلك أن الحكومة تخفي التفاصيل الفنية والتقنية حتى عن المشتغلين بقطاع الطيران من الصعب التحديد إذا كانت الحكومة تعلم في الواقع ما يحصل فهناك الآن عملية محاولة تفهم ما يحصل فربما من الصعب تحديد ما إذا كانوا يعلمون في الواقع ما يحصل وإذا كانت مشكلة تقنية فقط ومشكلة فنية فبالطبع نحن نعمل على الحواسيب في أغلبية الأوقات وتتعرض لأعطال وقد نضطر إلى إعادة إدارة هذه الحواسيب لتعمل بشكل صحيح فنحن لا نعلم ما يحصل بالتحديد ولكن يجب الانتظار لتحدد الحكومة ما يحصل وتكتشف ما هي المشكلة على مستوى العملية الاتصالية إبلاغ الناس بما يحدث تصريحات البيت الأبيض وزير النقل أو وكالة الطيران الفيدرالي آخر تصريح لوزير النقل الأمريكي يقول أن النظام الذي تأثر بالخالة للفني تم إصلاحه هل ترى أن العملية الاتصالية كانت مناسبة وجيدة بالنظر لتوقف طيران في كل المطارات الأمريكية مع توقف كافة العمليات في الولايات المتحدة الأمريكية أنا لا يمكنني انتقاد إدارة الطيران الفيدرالية لمقامة به لأنه يجب الاتخاذ القرار الأأمن فأنا كما قلت يجب على إدارة الطيران الفيدرالية أن يكون لها نظام بديل لاستخدامه في حال حدوث أي عطل فالوزير والبيت الأبيض لا يتدخلون بالعمليات اليومية لإدارة الطيران الفيدرالي فهذا يعود وهو مسؤولية الأشخاص الذين يعملون في إدارة الطيران الفيدرالي والتقنيين هناك فما يمكننا القيام به هو أن نؤمن ما يحتاجه التقنيون لحال هذه المشاكل وتفادي تكرارها أشكرك شكرا جزيلا دوغلاس كيت مدير في المنظمة الوطنية للطيران المدني كنت معنا من واشنطن إلى نيوير